دائماً منحكي أنه نحن جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع الكبير عندنا مسؤولية اجتماعية اتجاهه زي ما هو مسؤول اتجاهنا دائماً لازم نفكر بالمجتمع بما حوله بالمقاسي اللي قادة عم تطير حولينا لأنه نحن إذا كنا إبعاد عن بعدنا الجغرافي أو عن بعدنا الاجتماعي منكون فعلاً إبعاد عن أنفسنا بهذا المعنى اليوم في عنا ناشطة راحت على أمريكا وبعدين قررت أنه ضلها موجودة قلباً وقالباً بيبرامجها وإبداعها في الأردن بدنا نستقبل ونقول صباح الخير للمهندسة رائدة حدات صباح الخير صباح الخير بداية تمنى تحكي لنا أكتر عن حالك أنت روحتي على أمريكا لكنك اليوم عم تشتغلي ما بين أمريكا والأردن لحتى تبداعي أكتر وتكوني موجودة جنباً إلى جنب مع اللاجئين ومع المجتمع المحلي بشكل عام صح شكراً كتير رانيا مشان هالفرصة الحلوة وبشكر الشعب الأردني كله لأجل الوضع والقلب اللي مفتوح لكل الشعوب حوالي اللي هو ملاذ وملجأ لكل الشعوب حقيقة أنا زوجت وزوجي طبيب ورحت أنا وياع على أمريكا من حوالي 30 سنة لنكمل العلم علمنا هذا أهم شي هو عمل اختصاص وعمل الفالوشيب وبعدين أنا عملت الماستر وعمل الدكتوراه بس حقيقة وجودنا بأمريكا بجو مريح وحصلنا على كتير يعني امتيازات بالحياة والرفاهية ما خلانا ندير ظهرنا على بلادنا أبداً ولا على شعبنا ولا على حاجات شعبنا وخصوصي بنعرف قديش شعبنا عنده قدرات وعنده مواهب وكتير هذا كان مهم بالنسبة لنا أنه أي برنامج حبينا أو شفنا أولادنا استفادوا منه أنه نجيبوا على البلاد تكون مثل جسر بين الغرب والشرق حتى نقدر نساعد أولادنا ونعطيهم فرص حلوة والحقيقة هذا اللي أخذنا على أمريكا بس لما بلشت الأزمة السورية بشكل خاص حسينا كمسؤولية إنسانية ما منقدر نحنا ندير ظهرنا على هالموضوع أنا بتذكر كيف كنت أسمع أن اللاجئين بالخيام والبرد والمطر وما عندهم أي وسائل الحياة ولا حتى الأكل كنت لما أدخل على تختي على تخت مريح كنت أبكي كانت موعدة ينزل كنت أفتح الحنفية مية عم تيجي وساخني كنت أشعر قديش يعني في حاجي ونحنا ما عم نقدر نعمل شي ضليت لهالوقت حتى ضليت أسأل وحاول وأعمل ريسيرش كيف ممكن أحسن طريقة نساعد ونيجي كسند وكون لنا بارت بمسؤوليتنا كإنسان نحن مسؤولين كإنسان نحن أحرار وبنفس الوقت مسؤولين لأنه نحن خلقنا على صورة الله ومثاله هذا اللي ساعدني أنه استاب أب وأنه جماعة حقيقة أول حاجة كانت على قلبي كتير أنه كان في حاجة لمتكلمين باللغة العربية يروحوا وقد كانوا اللاجئين عم يوصلوا شواطئ اليونان بالقوارب المطاتية وعم يغرقوا كيف عم يوصلوا كان كتير وضع صعب أنه حدا يقدر يسكر قلبه وعيونه وعليهم سو الله ساعدنا وجماعة حقيقة شست أصدقاء عرب بيحكوا العربية ورحنا على اليونان رحنا على اليونان وقضينا أسبوعين باليونان خدمنا مع كل المخيمات باليونان المتنوعة حتى للسوريين للأفغان في كان كمان من الباكستان كلهم بس ما اللي كنا نحكي مع الروح نحكي عربي سو حقيقة هالاسبوعين غيروا حياتنا للأبد لأنه ما بقى بنقدر نجزق هالمشكلة عن مسؤوليتنا مهندس أنا مالش بدي قطعك هون انتي وصلتي اليونان وتكلمتي مع أشخاص خطروا بحياتهم عشان يهروا ونموت بس بإشي كان فيه احتمالية كتير عالية انهم يموتوا فيه كيف كنت تقدري تحكي مع الناس شو كانت الناس تقولك شو هي الحالة ووصفينها حالتهم حقيقة كانت الحالة صعبة كتير بطريقة انه اكتر اللاجئين اذا مش كلهم قالوا لنا نحنا منستغرب كيف اجينا كيف خطرنا بحياتنا لأنه كانوا القارب اللي ساعة سبعة تمانين كانوا حطوه في سبعين تمانين كان وضع صعب خصوصي لما كنا هونيك اجي خبر انه سبعين واحد غرقوا بالبحر سو كان فيه ألم كان فيه دموع جاستان يعني نوقفنا معهم ودعمناهم وحبيناهم وكان كتير مناسب اليون يقولون ليش انتو جايين من اميركا وتاركين الدنيا نحن لانو منحبكن انتو مننا وفينا نحن منفهم عليكن وما كان يعني تعرف كيف انو كان مساعدات بشكل عام ما كانوا ينصحونا نساعد بس ساعدنا وطلبوا مننا نجيب مراوح وكان انو لازم نجيب بس لمراوح السوريين المخيم لانو كان جنبوا فيه مخيم للأفغان سو الله ساعدنا حقيقة وبعتنا مساري وعطينا هون كليات المراوح كالعيري كانت اقدت مروحها احنا بنحكي طبعا عن عمار مختلفة مئة مئة فكان فيه أطفال يمكن دخلوا هاي الدوامة اللي هي دوامة الموت واللجوء بدون دم وبعدين قررتي انو بعد اليونان قررتي انو تروحي باتجاه اخر بعد اليونان كنت ما بقدر اسكت ابدا في عنا كثير اصدقاء عرب واميركان اللي هني مسقلين وبيعرفوا انو في حاجة بس مربطين ما بيعرفوا ما بيعرفوا وضعنا سو جينا بسنة الالفين وسبعة عشر كفيجين تريب حتى نشوف شو مقدر نعمل وقررنا انو نبلش نعمل الرحلات نجمع ناس نخبر الناس ونقلن انو في مجال انكم تساعدوا مو بس بالعطاء ممكن تيجوا تساعدوا بقدراتكم لانو انا كثير بخاف بس من انو نفكر انو منقدر نعطي ونغمد عيوننا وننام في حاجة اكتر من الوصاري وفي حاجة حقيقة ليش انا كتير محترم شعبنا الاردني لانو وقف مع الشعوب والاخرى اللي اجت وقف مع اللاجئين السوريين والعراقيين واليمنيين وهو دايما كان بلد ملجأ لشان هيك صرنا بلشنا نعمل نخبر الناس ونثقفهم ونحركم وكان فيه بلان كتير حلو قرار انو قررنا انو هديك السنة جبنا عشر فرق كل فرقة من عشرة اشخاص وكل فرقة كان الى اختصاص معين عملنا دورات للتسقيف دورات للإدمان دورات لمعالجة الازمات وبعدين عملنا دورات للأهالي كيف تساعد ابنك اور بنتك كيف تربيهم وتساعدهم اللي هني مروا خلال الازمات وحقيقة النتائج كانت اكتر وكتير ما تصورت انا ما تصورت انو فيه الانفتاح والناس تقر بحاجته لمساعدة نفسية عملنا مثلا نساعد بدورات كمان مشان يعلموا الشبيبي اللي راحت عليهم المدرسة اللي يطلعوا عمرهم 13 سنة هل عمرهم 20 سنة ساعدنا نعمل دورات مثلا كمثال نعلموا التصوير وهلا كتير في ناس صاروا يشتغلوا بالتصوير بروحوا بيعملوا حفلات وأعراس وبياخدوا جوائز لانو نصوروا وتعلموا طريقة بالتصوير حقيقة كان كل واحد بقدر يساعد ناس عملوا تصوير ناس عملوا تعليم انجليزي كومبيوتر اي شي بتنعمله احسن ما نقعد نكتف ادينا وهنا زي بشكل عام لما احنا قدين عم نحكي عن هذا الدمار اللي موجود بليمن بسوريا بالعراق بليبيا وانتي تعملت مع كل اللاجئين هدوه المسئولية الاجتماعية تقع على عاطقنا يمكن نحنا كافراد بس بنفس الوقت مش فيه مسئولية اجتماعية تروح على المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية حاولتوا تعملوا اشي بالتوازي معاهم حقيقة بس بدي يقول انه يعني انطلاقي حتى ساعد خدح قدامي ابواب كبيرة كتير ما اتوقعت انه تعرفت على ناس بحزيراني الماضي يعزموني على روح احضر مؤتمر لمثل الشرق الاوسط لمؤتمر للقيادة والسياسة العامة وكمان هذا مؤتمر ساعد اتعرف على ناس اكتر بيقدرو يساعدو وبيحبوا يساعدو وتعلمنا طرق اكتر كيف نجيب مساعدات لبلادنا اكتر وكيف نكون لنا صوت كبلاد عربية كتير ناس حقيقة بالغرب اخذين فكرة غير صادقة غير صحيحة بس لما بيشوفوا اشخاص مسؤولين بيشوفوا اشخاص في عرفون عن بلادنا والحضارة والكرام والاخلاق اللي موجودة في بلادنا كتير هذا دور عظيم يعني كتير عملنا اوورنس خلينا الناس يتثقفوا يعرفوا شو المجتمع العربي شو نقدر نعمل احنا كافراد كاشخاص في المجتمع شو نقدر نعمل من خبرتك كناشطة في هذا المجال متل ما قلتلك انه انا كتير بشكر الشعب الاردني على كرمه وقلبه الواسع انا بقول كل واحد لو بيقدر يشعل شمعة في ظلام كتير بها الدنيا ما نعد نلعن نلعن الظلام ونقول ليش ليش او نشت نشعل شمعة بشو انا بقدر اعمل شمعة على شمعة على شمعة بصير دو بصير بلادنا بتكبر لانه بلادنا فيها كتير قدرات متل ما قلت وبرجع بقول بس حقيقة ما فيها البرامج وما فيها التولز يعني الوسائل حتى نكبر كل واحد يشعل شمعة كل واحد يكون شمعة لبلاده اذا هي هاي رسالتك الاخيرة اللي بدك تكلم رسالتي الاخيرة انه كل واحد حقيقة يفكر باكبر من حاله ومدى اطول من حياته يعني انا بفكر اني اعمل شي مو بس لهلأ وقتي انا شو بدي انا شو بيريحني اعمل شي يضل الابدية يضل اكتر معيون الانسان تقدر تعمل وكل انسان لما بيحرط هدفه نحو اي هدف اي مسئولية وبيكون مثال بحياته بعمله وقته الانسان بيخلي ذكره شو قلنا غير ذكره الحلوة بالحياة صحيح مهندسة يعني نيابة عن كتير ناس بقولك شكرا لهذا الحس الانساني اللي دائما موجود وبيدي اأكد على حكيك انه هاي البلد اعطتنا مجال كتير كبير لحتى مش بس نحتضن لاجئين بل ايضا لحتى احنا نكون انسان ونمارس انسانيتنا ونساعد ونمد ايدنا لانه فيها هاي المساحة الحقيقية بين المواطنين حتى لانه نادر ما تشوفي اردني مش قادر يحس بوجع غيره موسيقى موسيقى موسيقى